طيب تمام يلا شوفي السؤال رقم اثنين اللي هو جزئية الديالوج باول هنا هبة and Hal are talking about music ما اجي هنا اقول I like music very much and you معناها وطا باوت you طيب وانتي اقولي هنا I like music too I like music very much or I like music too بس السؤال قال لي I prefer jazz I prefer jazz what type of music do you like تمام او طالما اي اللي prefer يبقى اقوله do you prefer prefer يبقى اقوله what kind of music do you prefer or what type of music do you prefer بعد كده باسأل سؤال قال لي حاكيم is my favorite singer حاكيم is my favorite singer سما who is your favorite singer طالما حاكيم او اسم اي شخص عاقل يبقى هاسأل بهو وكمل جملتي يبقى who is your ها اهو ما ينفعش نستخدم وط صح عشان وط دي للحاجات التانية ما انا لسه باشرح اهو انا لسه بقول اهو انا لسه بقول اهو اهو عند حاكيم او اي اسم عاقل يبقى هاسأل بهو who is your favorite singer who is your favorite singer بعدها بقول do you want to play music in a band اقول طبعا هنا yes i do do you want yes i do let's i help you هساعدك really بعد كده هقول له thank you او thanks اروح بعد كده لجزئية القطعة all Cinderella is a fantastic imaginary children's story قصة اطفال خيالية after her mother's death بعد وفاة والدتها her father soon married بابو هتزوج another woman with three daughters تزوج من سيدة عندها تلت بنات when she married Cinderella's father Cinderella had to live كان لازم تعيش او اضطرت ان هي تعيش with them معاهم the woman was so wicked كانت سيدة شريرة and cruel وقاصية she made Cinderella قلنا وحنا بنقرى كده وقبلتنا كلمة بالشكل ده لازم اسأل نفسي قبل ما اروح بعيد شوية she هنا عيد على مين she عيد على مين woman the woman the woman who his father married الست اللي تجوزها باباها يبقى the woman she made Cinderella work hard خلت Cinderella تعمل بجد في البيت day and night ليل ونهار أو نهار وليل and left her own daughter's play وسايب بناتها يلعبوا her father was so weak بابا كان ضعيف الشخصية وضعيف and he couldn't prevent مكانش بيقدر بريفينت هنا بمعنى سطب مكانش يقدر يمنعها his new wife from being cruel to his sad daughter luckily لحسن الحز the prince invited all girls البرنس الأمير عزم كل البنات to his palace للقصر بتاعه to choose his future wife عشان يختار زوجة المستقبل all girls went in best clothes كل البنات راحوا طبعا الحفلة في أحسن زي لهم أو ملابس سندريلا had nothing to fit the party سندريلا ما كانش عندها لبس يناسب الحفلة دي but with the help of a magician woman بمساعدة من امرأة ساحرة she got the best dress حصلت على أفضل أو أحسن فستان later on فيما بعد she married the prince تزوجت من الأمير all girls went to the prince's palace so he can choose his future wife هقول له future wife عشان يختار زوجة المستقبل what do you think of the word prevent means بيقول لي هنا كلمة prevent معناها ايه في الكلمات الاربعة اللي قدامي هقول له prevent معناها stop 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 ليه يا سير نعم نعم يعني ليه هي stop مش choose حاضر مين لي بيسأل سما يا سير والله ايه يا سما يا ملك يا سما بقول he couldn't prevent الفعل prevent معناها ايه يا سما يعني he couldn't prevent his new wife prevent معناها ايه prevent الفعل prevent معناها ايه oh stop يا سير يعني هو معناها انه هو يعني هو بريفنت كفعل بريفنت كفعل بمعنى يمنع ماشي كوني امنعك من حاجة يعني بعملك stop للحاجة دي تمام يبقى بريفنت 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 فروم بتساوي stop فروم يمنع من تمام يبقى بريفنت كفعل هنا بمعنى يمنع يبقى معناها stop مش اي معنى في المعانى التانية the underline the word she refers to she هنا بتشير لمين اقول طبعا the new wife the new wife الزوجة الجديدة اللي هي الوما يعني بعد كده بقول what is the main idea of the passage او ايه هي general idea او المين idea الخاصة بالقطعة كتبت ايه سندريلا ز ستوري سندريلا ز ستوري سندريلا ز لايف تمام واحد ممكن يقول هنا هو افانتاستي اماجناري تشلدرين ز ستوري او كي يبقى سندريلا ز لايف او سندريلا ستوري نقطة اللي بعدها دي تشلد سندريلا لف ده ده بلي افتر هير فاظر ز مارد قلي لو شايف اه اه ازاي ولو لا 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 لأ ليه هل تعتقد ان سندريلا عاشت حياة سعيدة هقول له طبعا نو واي ليه بيكوز ز او من هي مارد الست اللي هو الجويسة was so wicked and crawl to here الست ديت كانت شريرة معاها نو سي سي هاو د سندريلا ماري ز برينس ازاي طبعا هقول with the help of with the help of the madition woman with the help of the madition woman بمساعدة الساحرة ان هي وفرت لها the best dress يبقى ازاي تزوجت من البرينس هقول because of the help of mean of the madition woman بسبب مساعدة الساحرة number one when you put a stone in water لما بنرمي الحجر طوبة في المية it sink it sinks بتغتس أو بتغرق i always selfies with my mobile take take selfie number three we had week end i broke my left arm number four number means using ideas or ways that people first used a long time ago di di haja asmaha traditional haja taqlidiyah wadima wise people make good ismaha make good decisions make decisions sajad biysan ni عن decision zay mahi qdami wasa hat is an make number six in the science a i saw exhibition about reptiles ismaha science museum science museum i on the big wheel ismaha road i rode on the big wheel i a football match two days ago i watch it what do hina what you do last sunday lewukod last has al beded beded it was a terrible day my team lost five two because 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 what day is yesterday last weekend we went i like jazz and i don't like but have you got a new jacket no i haven't haven't no i haven't and i haven't you last last week and i go to the next next time حلنا طبعا الجزء ده مع بعض قبل كده صح؟ اه تمام بحث لي الامتحان التاني السؤال التاني بقول الحمدي ستيلنج عاطف about his visit to الأزهر بارك where did you go yesterday هيقوله I went to I went to الأزهر بارك I went to الأزهر بارك بعدها بيقول لي with my family ابقى هو did you go with what did you go with بعدها بيقول لي we saw what did you see what did you see there شفته هناك what did you see did you see any fountains شفته أي نفورات هقوله yes I did did you enjoy your time yes I did أو yes we did والأفضل we طبعا لأنه قال لي هنا في إجابة آخر إجابة we آخر إجابة we تمام يبقى الأفضل أنه أكمل ب yes we did في المرتين yes we did وهنا yes we did هروح بعد كده لجزئية القطعة all doctors are important لطباء دولة ناس مهمين because they care about it لأنهم بيهتموا بيه البيبول للناس doctors are the people who help others get better دا كدرة هم الناس اللي بيساعدوا الناس إنهم يتحسنوا when they get sick لما بيمرضوا they find out what is wrong with people بيعرفوا سبب المشاكل اللي عندهم إيه when they are sick لما بيكونوا مرضى doctors help sick people بيساعدوا المرضى دول by giving them إن هما يقدموا لهم أو بيدوهم زراية medicine العلاج المصبوط أو الصح they work in hospital هما مين they do all doctors they work in hospitals and clinics بيشتغلوا في المستشفات والعيادات doctors are very helpful متعاونين تبيع دكتور عشان تكون طبيب you have to يجب أن go to university إنك تلتحق بالجامعة you should be good at science يجب إنك تكون شاطر في science you also should like helping others وكمان ينبغي إنك تكون بتحب الآخرين تحب الناس you should be kind and helpful يجب أن تكون طيب ويمتعاون if you aren't kind and patient لو أنت منتش طيب وكمان منتش صبور people will not love you مش هيحبوك الناس النوطة الأولى they underline the word they قلنا refer to طبعا doctors number two if you aren't kind لو أنت مش kind people will not you hate يبقى people will ايه يا ميادة hate hate people will hate الناس هيكرهوك ما قالهاش لقالها قالها هو people will not love not love not love يعني hate not love يعني hate تمام يبقى people will hate you هيكرهوك مش هيحبوك the opposite of the underlined word better عكس كلمة better تنقرن صفات اللي عندك قلنا worse better worse اروح بعد كده بيقول لي give a suitable title to the passage اديني عنوان مناسب للقطع ما فيش اكتر من ان اقول doctors doctors او doctors job doctors او doctors job الى طباء او نعم انا كتبت doctors are important جميل ما فيش مشكلة يبقى doctors بس doctors job ماشي doctors job is very important ماشي doctors are helpful ماشي doctors are important ماشي كله شغال number five what should you do to be a doctor هاطلع فوق كده وللقطع وابدا اشوف من اول should اللي كان بيقول لي عليها what should you do to be a doctor يجب او ينبغي انك تعمل ايه عشان تبقى doctor ها be good be good at science يبقى هقول you should be good at science you also should be هنا like helping others وكمان be kind and helpful دي كلها حاجات لازم تكون مضفرة فيك طالما قال لي should وممكن اضيف علىها طبعا الجزئية الاولى اللي هي go to university ولكن هو قال لي should وليست have to يبقى what should you do to be a doctor ينبغي عليك انك تعمل ايه اقول you should be good at science you should like helping others you should be kind and helpful التلاتة شو دي اللي عندك فو number six why do you think doctors are very important اللي انتا شايف ان الدكاترة دو المهمين because they care about they care about they care about people they help people they help people get better they help people get better they give them medicines we can see the stars when we go to the there are many people in this city it is crowded it is crowded it is crowded gold is expensive than silver more 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 expensive than which is more difficult english or mass it is not language no not language language i am going to call it english and mass i am going to call it subject subject it is which subject which subject مش مش لغة. number five. that is a dangerous sea animal. هقول له طبعا هنا. the shark. the shark. كنا بنقول friendly قبل كده. لما كنا بنقول friendly كنا بنقول dolphin. إنما هنا هقول له dangerous sea animal. the shark. the ship sank. غرقة السفينة. and all that died. هما مين اللي بيبعوا السفينة? اسمهم سيلورز. البحارة. سيلورز. you worried about the exam? قال لي. yes i was. طيب منا عندي وصف الإجابة. يبقى بس ألب. where? where you? yes i was. where you? بحولها لي. yes i was. who is the person in the world? عندي زاة ما هي تياسامة؟ يبقى أقول له E-S-T. who is the richest? who is the richest? who is the richest person in the world? the? يبقى E-S-T. he won the prize when he took part in the art. اسمها أرت كمبيتيشن. أرت كمبيتيشن. أرت كمبيتيشن. مسابقة في الرسم. تمام؟ يبقى أرت كمبيتيشن. صاحبه؟ I asked you. سيب؟ نعم. سأل نوبر ايد. أمش فهمها. لأي E-S-T. من اللي بيسأل؟ هاجر. يا هاجر يا حببتي. شوف يا ماما. احنا من شوية من شوية كنا بنقول هنا جولد ايز نقعة تكسبين سفزان. ليه احنا قلنا مور? عشان هيا المفروض مور زان. عسل عشان المفروض مور وصفة وزان. مش كده? اه. طيب. وانا لما اجا اقول هاجر اذا? هقول له طول ولا طولر ولا طولست? طولست. ليه? عشان ما فيش حقيقة. ما فيش حقيقة عادية لصفة طولست. لا عشان عندي فيه زا قبلها. عشان فيه زا قبلها. اسمها زا صفة اي اس تي. اسمها ايه بقى? زا وصفة اي اس تي. ايو اي بقى لما قول هنا هو ايه زا ريتشست بيرسون ان دا بولد. هو ايه زا اولدست. هو ايه زا طولست. هو ازا فاتست. يبقى ازا اي اس تي. ودية عندك في مقارن الصفات من الدرجة التالتة. لما بقارن بين واحد والكل. ذا ريتشست بيرسون ان دا بولد. نمبر. ناين قلنا كومبيتيشن. نمبر تين اي اسكد مي مادر توريماين دي مي اسمها ريمايند. اوف. اروح بعد كده لوزيه كوريكت بقول شي دين انت هاشيل ادي ويتبع الرايف بس. هي از بست زان هز فريند. المفروض يبقى اسمها بيتر زان. بيتر زان مش بست زان. بيتر زان. زيس فيلم ازا. ذا. اتفضلي يا هاجر. ذا. ماص. ماص. اجيبتي مر من المه ومديني لسه هوت. هو عشان نديني لسه اقول له مر مديني المره اقول له لس? لا. لا. انا عايز معنا الجملة وشكل الجملة وتكوين الجملة. قلنا ذا محتاجة الاس تي معاها. ذا دايما محتاجة الاس تي معاها. الاس تي من لس اسمها الاس تي من كلمة لس اسمها مش عارف. مش عارف ايما وحوزناش الكلام اللي احنا قلناه في التيم اب. وموجود عندي تاني في الوحدة اللي جاية. ساما. اوكي. ساما. آآ ليست. زا ليست. كما اقول هنا زا فيلم او زي فيلم ازا ليست. ليه ليست يا سير? لان عندي زا. وفي مقارنة السفات لما بقارن بين واحد واكتر من واحد. يبقى بقول ذا والاس تي. زي ما قلنا من شوية زا ريتشست او زا طولست. طيب بديني كلمة طويلة. صفة طويلة. زي انتريستنج او دينرس. تمام؟ يبقى بقوله لس زان انما في التالتة اسمها زا ليست. زا ليست. زا ليست. زا ليست انتريستنج. نمبر فور. تدينت اني كارز. إن انشا تيجيبت. او دي قمطة منتحان. يبقى قلل اسمها زير ويرانت اني. زير ويرانت اني كارز. زير ويرانت اني كارز. زير ويرانت اني كارز. هروح بعد كده بردو بديني هآى وازي يريك اند. تكلم لي عن الويك اند بتاعك سواء كان فانتاستيك او كان. تيربل. هروح لليونت الجديد. يونت ايت. مجموعة كلمات. جزئية بيتكلم عن مقارنة الصفات اللي احنا اخدناها في التيم قبل الحصص اللي فاتت. وهداجع تاني عليها برضو. بس اركز شوية بقت لاني عندي مجموعة الاماكن دي. لازم اكون حافز الاسماء بتاعتها كويس. على الاقل ابا عارف ان ده اسمه ايه. لما اقولي هنا دي اميزنج وورلد اراوند اص. العالم المذهل او المذهش من حول لنا. درس الاول. مديني كراودد. لسا شايفين هكا صفة بمعنى مزدحم. بوبوليشن. بوبوليشن اللي هو التعداد السكاني. عدد السكان في البلد. بوبوليشن مش بوليوشن. ميجرمنت. جاي من كلمة ميجر يقيس وميجرمنت القياس. بلدنج مبنى. طانيل ان نفع. كانتري دولة. بريج كوبري. ديزارت رود. معناها طريق صحراوي. ديزارت رود. تاور بورج فورست غابة. هنا مديني اكسرسايز. تعالوا نحاول نحلو مع بعض. ولكن هنكتشف حاجة. مديني طبعا بوبوليشن وكانتري وميجرمنت وطانيل وبرج. نمبر وان. دي بيلت ابيج اندر زا سي. هو اي اللي ممكن تباني اندر زا سي من دول؟ الطانيل. الطانيل. كتبيها طانيل. دي اندر جراوند. جوز ثروو. الونج. برد. اللي جاو بالاولى مين? طانيل برضو. طانيل برضو. برافو عليك يا ميات. يبقى زي بيلت ابيج طانيل اندر زا سي. في النقطة التانية دي اندر جراوند اللي هو المترو جوز ثروة لونج بيمشي في طانيل برضو. بيمشي في طانيل برضو. تمام? زا نقطة اوف كايرو از اباوت توينتي مليون بيبل. طالما دخل على البيبل يبقى انا بتكلم عن. الميجرمينت. يا الله. ميجرمينت ازاي? ميجرمينت ازاي? انا بتكلم عن عشرين مليون نسمة. انا بتكلم هنا عن البوبيوليشن اللي هو التعداد سكاني. البوبيوليشن اوف كايرو. سكان القاهرة بيبلغ كاسا. تشاينا از ابيج. الصين ده يتعبارة عن بيج كانتري دولة ان ايشا في اسيا. يبقى اقول له كانتري وهنا بوبيوليشن وهنا طانيل وهنا طانيل. اللي اتنين معناهم طانيل. اللي اتنين معناهم طانيل. هاجي بعد كده ميديني فيماس بليسيز اماكن مشهورة. اقول لوكسور اللي هو معبد لوكسور. تحيا مصر بريدج. تحيا مصر بريدج. وده واحد طبعا من الموضوعات اللي تبقى مهمة عندنا. والبارغراف بتاعه مهم. اللي هو كبري تحيا مصر. كايرو الالكزندرية ديزارت رود. هاحفظ الاسم كده. هيجيب هالي فيه الاسئلة يقول لي كايرو الالكزندرية. نقط اسمها ديزارت رود. ديزارت رود. اللي هو طريق القاهرة اسكندرية الصحراوي. ابراج البيت. ابراج او كولوك تاور. دي يد بيسمها ابراج البيت اللي موجودة في السعودية. لابيرامد اوف جيزة. اهرامات الجيزة. دا بيرامد اوف الكاستيلو. اسمه هرام كاستيلو. الحمراء تاور. اللي بورج الحمراء. ده موجود في الكويت. بنكوك. بنكوك. لمدينة بنكوك في تايلاند. وهي العاصمة. دا الايبيراري اوف اليكس او دا الايبيراري اوف الالكزندرية. مكتبة الاسكندرية. دي شانجاي تاور. اللي هو بورج شانغهاي. دا جوت هارد تانيل. اللي هو نفع في سويسرا. ليك بيكل. ليك بيكل. اللي هي دولة سويسرا. اللاحص طبعا الاسماء اللي قدامي كلها مكتوبة كابتل. مكتوبة كابتل. لانها اماكن او اسماء مشهورة. برازيليا اللي هي مدينة برازيليا في البرازيل. زريت بيرامد الهرم الاحمر. دا سيكسز اكتوبر بريج. سيكسز اكتوبر بريج. كبري ست اكتوبر. تايلاند اللي هي تايلاند. دا كايرو تاور بورج القاهرة. ماونت افرست. جبل افرست او قمة افرست. ماونت كلمنجارو. اللي هو جبل كلمنجارو. كصر النيل بريج. Boom عندي هنا دا سيكسز اكتوبر بريج كبري ست اكتوبر. وعندي ايضا كصر النيل بريج كبري أصر النيل زالينينج طاور أو بيزا اللي هو برج بيزا المائل جراونت بمعنى أرض نايل بانك اصدفاف النهر أو النيل لينك بمعنى يربط اكزاكت معنى دقيق أو محدد ريسيرش كناون بمعنى بحس وفعل بمعنى يجري بحس فاكت فايل معنى ملف حقائق يديني معلومات حقيقية عن حاجة عن حيوان أو عن مكان فاكت فايل جس يخمن ديلي اللي يعني عناها افري دي يوميا مديني سنتر لو وسط أو مركز يصف كوز بمعنى اختبار قصير زي الاختبار اللي احنا يستحلينه من شوية ده كوز كابتال عاصمة كوريكتلي بشكل صحيح أو بطريقة صحيحة ماركت سو كومبير فعل بمعنى يقارن أكروس حرف جر هنا بمعنى عبر أو خلال رولز لقواعد وقوانين تورستز ترافيك فيزيتورز بلد بلد هت هت بالنسبة للأوبزيتز مديني وايد وعكسها نارو وايد نارو كراودد وامتي مودرن أولد أو انشانت نويزي كويت بيتر وورث هاي لو بالنسبة لجزئية يقول لي بريدج تعريف كلمة بريدج اللي something used for people and the cars to cross a road or river حاجة معمولة للناس أو للعربيات عشان نعبر طريق أو نعبر نهر دي بقى سماها بريدج كبري city اللي هي عبارة عن large town يبقى تعريف كلمة city هي big town أو large town مدينة كبيرة بيتسوي city ولو قلت small city يبقى معناها town a small city معناها town crowded بمعنى مزدحم ليو ارضرار مني بيبل مكان اللي فيه ناس كتيرة يبقى اسمه crowded depth ده الناوين الاسم من الصفة اللي عندي اللي هي ديب بمعنى عميقة يبقى depth هنا العمق نفسه اللي هي measuring water from the top to the bottom اللي هي بتقسلي المية من فوق لتحت يبقى ده اسمه depth empty empty ده فعلي بمعنى يفرغ وايضا صفة بمعنى فارغ أو فاضي whether any people or thinking in it low بمعنى منخفض not far from the top not far from the top مش بعيد عن القمة to the bottom من فوق لتحت يعني of something يبقى بسميه انه low بمعنى منخفض modern اللي هي relating to the present not old حاجة ما هيش old مش قديمة يبقى اسمها modern بمعنى new جديدة narrow بمعنى ضيق عكس كلمة white زي ما قلنا ليا not far from one side to of something to the other side معناها اللي هي بتكلم عن العرض يعني انت لو لها محتني دلوقتي وانا مشاور بي الماوس كده كده انا بتكلم عن width او white بتاع الشاشة اللي قدام تمام ده كده اسمه width اما لو كده يبقى اسمه dips تمام كي حاجة وصلت كده deep وعندي طبعا low و high عالي ومنخفض والعمق انما كده بتكلم عن width او white روح بعد كده مديني noisy وانا making a lot of noise اللي هي معناها نوت كويت pyramid بمعنى هرم a large building عبارة عن مدنى ضخم that is square at the bottom square at bottom مربع في القاع with four triangular sides ب اربع جوانب مسلسة الشكل forming a point as a top مكونة point نقطة في القمة زي البرامد بتاعنا اي برامد عندك quiet بمعنى هذه وانا without making much noise او معنى not noisy tower اللي هو عبارة عن tall narrow building tall طويل ونرو ضيق مبنى المبنى الضيق الطويل ده بسميه tower wide وانا بمعنى واسع او عريض عكس كلمة narrow all far from one far from one side of something to the other يعني في مسافة بعيدة من الجانب ده للجانب ده يبقى ده بسميه wide far بمعنى ابعد جاي من الدرجة التانية من far بعيد at a bigger distance يعني على مسافة the comparative of far طبعا هي ديت صغط المقارنة من far far than we the far least tall more than usual height اللي هي not short طويل وعكسها طبعا short النوين منها نشوف دلوقتي tunnel بمعنى نفع ليا something you can go through انت بتمشي من خلاله to travel under the sea عشان سافر under the sea تحت البحر or through a mountain أو عبر mountain الجبال ده بالنسبة للتعريفات والكلمات اللي عندي في الدرس الجديد النهاردة هعرف الفرق في استخدامي how and what ونركز هنا شويتين how and what اول حاجة لازم اعرفها ان لما اسأل بهاو اسمها how زيد صفة لما اسأل بهاو اسمها how زيد صفة الدليل على كده اي يا سير الدليل على كده يا حلوين ان احنا من اول ما تعلمنا كنا بينه how old old صفة تمام how much how many يكون لها اسمها صفات طيب النهاردة بيقول how زيد الصفة بتساوي what زيد اسم اسم من مين اسم من الصفة ازاي اصير اديني مثال كده اهو بيقول how wide how wide اللي هي بتساوي what width بتجيلي ازاي في الامتحان هيقول هاو هي wide ولا width لا هقول wide تب نقط wide هاو ولا what هقول لا هاو لانه بديني ويد صفة يبقى how wide كامل التساعة او كامل عرض طيب how wide is تحيا مصر بريدج بيقول لي كامل تساع او عرض كبري تحيا مصر اللي هي بتساوي بالزبط what width is تحيا مصر بريدج يعني كل اللي انا عملته ان how high بتساو what width اه اه ايبقى هاو زيد صفة بتساو what زيد اسم how old are the pyramids اللي بتساوي what age is are the pyramids what age are the pyramids ايبقى how old بتساوي what age كام العمر كام العمر ايبقى اذا الناو من old هو age والناو من wide هو width وعند الجدول بالكلام ده يتحفظ اهو how deep اللي هو what depth how long اللي what length تمام اللي هو الطول الافق زي ما بنقول عليه how old قلنا اسم what age how high او how tall how high او how tall اللي ارتفاعات بس قل هنا what height يعني height هي الاسم من tall a و height هي الاسم من high a يبقى اسم how high او how tall انما هناك اسم what height how much كم التمن بتساو what price what price how much التمن what price how much كمية بتساو what quantity what quantity ما كمية تمام لانا عندي much بستخدمها بطريقين much السعر يبقى what price much كمية يبقى اقول what quantity how many كم عدد اللي بتساو what number how wide كم العرض او الاتساع هقول بتساو what width بيقول لي خلي بالك بق هين بقول it's 146 meters high وهنا it's about 25 thousand meters long ايه الفرق مبين الاتنين حلوين ان high بتكلم عن ارتفاع اما long بتكلم عن طول افقي دول تاني high بتكلم عن ارتفاع لفوق long بتكلم عن طول افقي تمام تمام يسي تمام يسي يبا لو بتكلم عن الكبري هقول how high ولا how long 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 طول ود ايه how long is the river how long is the river تمام how long how long is the street مش how 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 long بديني بعد كده which للمقارنة بيقول لي هنا which animal is faster كذا or 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 كذا في الحالة ده هيت انا مش محتاج لكلمة زان ماناش محتاج لكلمة زان في السؤال يبا اقول which animal is faster ايهما اسرع ده ولا ده which thing is heavier ده or ده ده ولا ده يبا انا بستخدم or ما بين الاسم ده والاسم ده او a b يبا ايه or b ده ولا ده في الاجابة طبعا بقول اي اسم اقدر اقول هنا a horse is faster wascote او a horse is faster زان دونكي تمام نقطة اللي بعد كده اشتركوا في القناة